خمسة وأربعون مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر بينهم ستة نساء مركز استقبال المرشحين في مدرسة خول المشتركة في منطقة لشويخ شهد حضور النساء اللافتة حيث بالغ إجمال المرشحات أربع عشرة مرشحة من إجمال المرشحين البالغ عددهم 138 مرشحا في الصباح الباكر طبعا كانت حركة التسجيل شوي كانت قليلة ولكن مع طبعا مرور الوقت بدأنا نشهد تسجيل طبعا كان قاعد يزيد طبعا مثل ما تفضلت الحصيلة كانت 45 مرشح طبعا تم استقبالهم في هذا اليوم موزعين على 39 للذكور و6 للإناث طبعا أحب أن نوه له طبعا لابد أن اللي تقدمه للترشيع أن يتجهوا إلى مغفر الدوائر الخمس طبعا اللي صدر فيه مقرار مسائقي ووكيل وزارة الداخلية بتحديد تلك المخافر اللي هو طبعا نحب نوه عنها اللي هي مغفر الدارة الأولى الدعية مغفر الدارة الثانية الشامية مغفر الدارة الثالثة كيفان مخفر الدائرة الرابعة العمرية مخفر الدائرة الخامسة العدان مرشح اليوم الثاني توزع بواقع عشرة مرشحين في الدائرة الأولى وأربعة في الدائرة الثانية فيما تقدم أربعة عشر مرشحا ومرشحة في الدائرة الثالثة وتسعة في الدائرة الرابعة وثمانية في الدائرة الخامسة صدر قرار من سيدنا عبر وزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشيح هذه اللجنة برئاسة أحد رجال السلطة القضائية وتضم في عضويتها ممثلين من إدارة الفتوى التشريع وكذلك من القطاعات المختلفة في وزارة الداخلية الإدارة عامة للتحقيقات، قطاع الشؤون القانونية، الإدارة عامة للتنفيذ الأحكام كذلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية تتولى هذه اللجنة وتختص بفحص طلبات الترشيح ومد انطباق شروط الترشيح من عدم على كل من تقدم للترشيح دون استثناء ودون أي انتقائية الاستحقاق النيابي الحالي يأتي في ظل تفشي فيروس كورونا ما دعا وزارة الداخلية إلى التشديد على جميع المرشحين بضرورة الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية أثناء عملية التسجيل موضحة أنه تم وضع خطة صحية شاملة بالتعاون مع وزارة الصحة لأخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية منذ دخول المرشح إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات للتقدم للترشح وذلك للحيلولة دون انتشار عضو فيروس كورونا كوفيد ناينتين